عندما يشعر الفاسدون بقرب غرق سفينتهم بفعل موجات الحراك الشعبي الثائر يبدأون في التخلص من بعض رموزهم المحترقة في محاولة لإنقاذ النظام الفاسد الذي يظلهم جميعا ولعل ذلك بالضبط هو ما يجري حاليا في العراق بعد أن أعلن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي عزمه تقديم استقالته إلى البرلمان استجابة للمطالب الشعبية غير أن تلك المحاولات من جهة النظام بدت غير مقنعة للمعتصمين الذين يرونها مجرد خدعة حكومية لا تنطلع على العراقيين في الشوارع وساحات الاعتصام ليس فقط عادل عبد المهدي الأحزاب كلهم ولا أريد أي حزب ولا البرلمان أول وحدة البارحة مستعى هذا الحلبوسي مجتمع ويريد وين الصبريس لا هو الشعب يقرر بكيفه ماكوا لا الحلبوسي ولا غير الحلبوسي الأحزاب دمرونه صار من 2003 الحدثة شين نسوونه؟ جابونا بالموت وكل من ذاك اليوم لهذا اليوم السلب وكش ما سوونه المعتصمون يرون أن عبد المهدي مجرد واجهة للأحزاب الفاسدة التي يجب حلها وإنهاء سيطرتها على المشهد العراقي اليوم الشعب خرج لأسقاط الأحزاب ما هو السرق العراق هو الأحزاب وليس رئاسة الوزراء لا الأحزاب التي سرقت العراق لماذا؟ لأنه ظالم إجاو إجاو بفركة أنه هاي الحصة لفولان وهاي الحصة لفولان وقسمونا إلى دويلات أو أنه نقول إلى محافظات هاي المحافظات السنية وهي المحافظات الشيعية وهي المحافظات كردية من أجل من؟ من أجل أنه يأخذون حصص المحافظات لنمون بها أحزابهم أما عن البديل لهؤلاء الفاسدين فإن الشعب العراقي الثائر الذي قدم الشهداءة والشهداء لقادر على تقديم نموذج في حكم بلاده وإدارة شؤونها هؤلاء الشباب الثوار هم اللي يشكلون الحكومة والمثقفين الموجودين بالعراق عدنا مثقفين بقدر الموجودين بالحكومة ألف مرة عدنا دكاترة عدنا مهندسين عدنا قضاء شرفاء استقالة عبد المهدي وما قد يتبعها من استقالات ليست إلا محاولات يائسة لإنقاذ نظام المحاصصة والفساد الذي ثار العراقيون ضده وتظل الكلمة الفصل لدى هؤلاء الصامدين في ساحات الاعتصام برغم القمع الحكومي المتصاعد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر